في اختبار قوي جدا في العهد الجديد وهذا الاختبار موجود في بشارة يحنى في الانجيل المقدس إصحاح 9 مكتوب أن يسوع كان مجتاز وطبعا شافوا أعمى مولود أعمى منذ ولادته فسألوا التلاميذ يسوع يا سيد من أخطأ هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى أجاب يسوع وقال لهذا أخطأ ولا أبواه ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال أبي مدام نهار قبل ما يجي الليل طبعا يرمز ذا الظلمة تفل على الأرض وصنع من التفل طين وطلع عيني المولود أعمى يعني حط عليه طين وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوى مش بعيدة عن المنطقة فذهب وانت عارف أنه المي تذيب الطين ولكن اتفتحت عيونه وحدثت المعجزة حدثت المعجزة قامت الدنيا وقعدت ليه لأنه طبعا يعني كان بهمهم موضوع السب سألوا كيف انفتحت عيناك شوف التدرج بالإعلان قال إنسان يقال له يسوع لأنه مش عارف مين اللي فتح عينيه قالوا بعدين قوم من الفرسين قالوا هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت فطبعا قالوا للأعمى وأنت ماذا تقول عنه الأعمى قال إنه نبي يعني حط المسيح في مصاف أو في منزلة الأنبياء فطبعا اتعاهدوا إنه إذا أي شخص بيعترف إنه يسوع هو المسيح لأنه فتح العيون هي من اختصاص فقط المسيح 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 بحسب نبوات العهد القديم استدعوه ثانية وهذا اللي عاوز أصله قالوا له إحنا نعرف إنه هذا الإنسان خاطئ فأجاب وقال في آي خمسة وعشرين يحنى التسعة أخاطئ هو لست أعلم إنما أعلم شيئا واحدا إنه كنت أعمى والآن أبصر وهذه شهادة الأجيال كنت أعمى من غير المسيح يعني كتير مرات لما بولوس اتكلم إنه فعل هذا عن جهل ولما بطرس قال لليهود أنتم بأيدي أثمة صلبتموا ولكن أعلم أنكم بجهالة فعلتم عن جهل يعني ولكن هذا كان يعني مسلم بمشورة الله المحتومة يعني كان لازم يتم بغض النظر حتى لو اجتمع اليهود والرمان على صلب المسيح ولكن هذه كانت مشورة الله المحتومة ولكن الشهادة كنت أعمى والآن أبصر طبعا طرد من المجمع وجدوا يسوع المسيح وسألوا أتؤمن ببن الله؟ أجاب وقال يا سيد من هو لأؤمن به؟ أجاب يسوع وقال الذي يتكلم معك هو هو نفس الكلام عن يهوى في سفر الشعياء أو في العهد القديم آمن وسجد للرب يسوع المسيح هذه شهادة الأجيال كان ابني ضالا فوجد ميتا فعاش كنت أعمى والآن أبصر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة